أكد المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني عبدالجليل حنجل التوقف التام لخدمات الإسعاف شمال قطاع غزة إثرى نفاذ الوقود وقال حنجل إن سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني ومحطة الإسعاف في غزة وشمال القطاع خارجت منذ عدة أيام عن الخدمة وبشكل كامل بسبب نفاذ الوقود وانتهاء كافة مخازن الوقود في القطاع وأشار المتحدث باسم الهلال الأحمر إلا أن الوضع الصحي سيء للغاية شمال غزة لخروج كافة المستشفيات عن الخدمة مضيفا أن انقطاع الاتصالات في أنحاء القطاع يصعب من عمل فرق الإغاثة لافت إلى أن تواصل العدوان والاستهدافات الإسرائيلية على مستشفى كامال عدوان يحول دون الوصول إلى محيطه ترجمة نانسي قنل